اشتركوا في القناة على هامش تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم نظمت اليونسكو ندوة تعريفية أكد فيها رئيس لجنة التحكيم الدولية على الدور الهام الذي أصبحت تطلع به الجائزة لتشجيع التكنولوجيا المتطورة لخدمة التعليم في العالم مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجائزة سنويا من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مضحا بأن المنافسة هذه السنة كانت بين عدد كبير من المشاريع المتميزة في هذا المجال تأكيدا لما تحظى به من أهمية واهتمام في ضوء انتشارها دوليا وخلال الندوة قدمت الفائزة من فنلندا عرضا حول مشروع ثينك لينك وهو عبارة عن حلول للبرمجيات تمكن المستخدمين بسهولة من إثراء الصور ومقاطع الفيديو بالمعلومات والملاحظات والصوتيات والوصلات المساندة هذا المشروع يطلق عددا من الحلول التنافسية لتوظيف واستخدام الصورة للتعليم من خلال تقنيات خاصة وخرائط ومقاطع فيديو عبر الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والحواسيب بتوظيف الجوانب الوثائقية والصور الشخصية والحكايات والقصاص التاريخية مما يخلق تجارب مميزة في التعليم من البيئة أو من الصور التاريخية وغيرها وفي النهاية فإن هذا المشروع يستهدف تشجيع الطلبة والمعلمين على الإسهام في بناء مدرسة كونية افتراضية كما قدمت الفائزة من هولندا عرضا حول مشروع كانت ويت توليرن والذي يهدف إلى توفير فرص التعلم لملايين الأطفال المحرومين من التعليم والمتواجدين في مخيمات اللجوء في عدد من البلدان العربية والإفريقية تنتشر مخيمات اللجوء في أكثر من بلد وأكثر من 30 مليون طفل أصبحوا غير قادرين على الذهاب إلى المدارس ومن هنا جاءت فكرة مشروع التوق للتعلم فهذا المشروع يتصف بالمرونة والحداثة كمقاربة للتعليم عبر وسائل الاتصال والمعلومات فالأطفال يتعلمون عن طريق الألعاب الرقمية حتى في المناطق التي ليس بها مدارس أو إنترنت أو حتى كهرباء كما أن هذا المشروع يستطيع أن يجعل الطفل يتعلم بنفسه تعلما ذاتيا بحل المشكلات الفنية والتقنية هذا وأشاد الحضور بالمشروعين ودورهما الكبير في نشر التعليم للفئات المحتاجة ضمن أهداف الجائزة والتي تتوافق مع أهداف منظمة اليونسكو في توفير التعليم للجميع